روسيا تواجه غضب دولي حاد بعد انسحابها المغزي من اتفاقي تصدير الحبوب الاوكرانية ازمة غزاء جديدة بتواجه الدول الفائرة بالعالم بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانسحاب من اتفاقي تصدير الحبوب الاوكرانية قرار روسي مغزي اوصف بابتزاز للامن الغزاء العالمي اعتبروا المسؤولين صف على انسانية جديدة بتوجهها روسيا للدول الاكثر ضعفا حول العالم ونقوص خطر ينظر بمجاعات جديدة طب ايه اتفاقية الحبوب دي؟ وليه روسيا انسحبت منها؟ وازاي الانسحاب ده لتأثير على الخبز العالمي؟ اقولك يا سيدي الحكاية من اولها في 21 فبراير 2022 بدأت الحرب الروسية الاوكرانية بدخول قوات المسلحة لمنطقة دومباس شرق اوكرانيا بعد حملة حجد عسكري طويلة وفي 24 فبراير 2022 اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية لتجريد اوكرانيا من السلاح بعدها بدأ القصف يستهدف مواقع متفرقة من اوكرانيا منها مناطق في العاصمة كييف واخد بالك ان الصراع بين اوكرانيا وروسيا مش جديد ده من سنة 2014 بعدما حصلت صورة الكرامة الاوكرانية ضمت روسيا شبه جزيرة القرن والقوات الانفصالية المدعومة من روسيا على جزء من دومباس في جنوب شرق اوكرانيا ده تسبب فحرب استمرت لمدة 8 سنين في المنطقة لكن في سنة 2021 بدأ الحجد العسكري اللي اتكلمنا عليه من شوية واللي حصل بعده الغزو الروسي الاوكراني اللي وصفوا المحللين بانه اكبر هجوم عسكري تقليدي في اوروبا من وقت الحرب العالمية التانية الغزو الروسي اللي حصل في 2022 من غير اعلان حرب ما توقفش لحد النهاردة بس طبعا حصل ادانة دولية وفرض عقوبات على روسيا من المنظمات الدولية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية العقوبات دي اتسببت في ازمة مالية روسية وانهيار للروبل الروسي ده غير الضرر الاقتصادي لوجهته روسيا من خسارة 170 مليار دولار بسبب العقوبات المالية و400 مليار دولار تانية من العائدات المفقودة من النفط والغاز طبعا روسيا ما ترجعتش بالعكس دي ردت بعقوبات على اكتر من بلد بحظر الوردات الغذائية منها دول الاتحاد الاوروبي واليابان والنرويج وكندا واستراليا وده تسبب في اضرار اقتصادية لعدد من دول الاتحاد الاوروبي اتقدرت الخسار دي باجمالي 100 مليار يورو ومع استمرار الغزو الروسي الاوكراني صعدت الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي على روسيا وعلى بوتين عقوبات اكبر واوسع من ضمنها عزل البلاد عن نظام السوفيت وده ادى للازمة المالية الروسية 2022 في وسط كل الازمات المتصعدة دي في اكتر من 400 مليون متضرر في امن الغذاء عالميا وده لان اوكرانيا من اكبر مورد حبوب الامح حسب احصائيات برنامج الغذاء العالمي خصوصا البلدان الفقيرة في افريقيا والشرق الاوسط واللي هتعاني من شبح المجاعة بسبب الحصار الروسي للمواني الاوكرانية المطلة على البحر الاسود الحصار اللي خلى ملايين من الاطنام من الحبوب في الصوامع تواجه خطر التعفن هنا بقى حصل اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية بوساطة من تركيا والامم المتحدة وتم انشاء مركز تنصيق مشترك في اسطنبول لمرأب التنفيذ الاتفاقية وفعلا التزمت روسيا بالتنفيذ والمبادرة دي ساعدت على استقرار اسعار الاغذية عالميا لكن روسيا علشان توقع لمبادرة البحر الاسود لنقل الحبوب كان لها مطالب وحسب تصريحات الرئيس الروسي بوتن الاخيرة ان المطالب دي ما تنفزتش وده السبب انه اعلن الامتناع عن تمديد اتفاقية الحبوب طب ايه كانت مطالب روسيا اللي كانت سبب في وقف مد الاتفاقية روسيا اشترطت اول حاجة ازالة العوائق امام تصدير الاغذية والاسمدة الروسية للسوق العالمية والعوائق دي اتفرضت على روسيا قاعقاب لوقف حربها على اوكرانيا اللي حكينا عليها من شوية كمان اشترطت اعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سوفت يعني عايز العقوبة اللي اثرت على اقتصادها تتوقف مع انها ما تراجعتش عن موقفها في اوكرانيا كمان طلبت روسيا بالسماح بتوريد قطع الغيار اللازمة للزراعة الروسية والغاء تجميد اصول الشركات الروسية والغاء حصر اللوجستيات النقل والتأمين واعادة احياء خط انابيب الامونيا توليتي اودسا خد بالك برضو دي كلها عقوبات مفروضة على روسيا وفي شهر مايو 22-22 صرحت وزارة الخارجية الروسية انه في حالة الاخلال بالمطالب الروسية مش هيتم مد اتفاقية البحر الاسود للحبوب وحيتوقف العمل بيها يوم 17 يوليو 22-22 وللأسف ده اللي حصل طب ليه الحبوب الاوكرانية ما بتتنقلش عن طريق البر مايبقاش مصير الخبز العالمي تحت رحمة روسيا والازمة دي تنتهي هقول لك يا سيدي طبعا النقل البري ملاز آمن وفعلا اوكرانيا صدرت كميات كبيرة عن طريق دول شرق الاتحاد الاوروبي عن طريق البر لكن مفيش عدد عربيات شحن كافية لتصدير كل الحبوب بالبر فمفيش غنى عن النقل البحري للحبوب ولسه في انتظار تراجع روسيا عن موقفها وسط شجب وتنديد دولي والخف من شبح المجاعة اللي بيهدد الدول الفقيرة بالعالم